قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن إجراءات الغرب في تدمير الاقتصاد الروسي باءت بالفشل مضيفا بأن قطاع الاقتصاد الروسي عمل بكفاءة والشعب الروسي كرس وحدة الصفة بوتين أرجع خلال كلمة له في الجلسة العامة لمتدى بيتروسبورث الاقتصادي الدولي الخامس والعشرين أرجع ما وصل إليه الوضع في أوروبا حسبه إلى السياسات الاقتصادية الغربية خلال الفترة الأخيرة مستبعدا موجودة سلة لارتفاع أسعار الغاز في أوروبا بالعملية العسكرية في أوكرانيا كاشفا في السياق بأن خسائر الاتحاد الأوروبي من فرض العقوبات ضد روسيا بلغت إلى الآن 400 مليار دولار